مرحبا وسهلا فيكم في قناتي اذا ما عملتوا سبسكرايب بهاي القناة اعملوا الان فعلوا جرس التنبيهات واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقة والفيديوهات الجاي ويلا نروح مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع موضوع الكورونا فيروس هذا الموضوع اللي اخذ منحنايات كبيرة في حياتنا وغير كتير في امور اقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية ونفسية في ناس كتير تأثروا لكن اليوم بدي احكي عن موضوع يمكن مش عن الوقاية ولا العلاج ولا كل هالأمور الموضوع اللي ححكي اليوم عنه اللي هو الاعلام الاعلام شارك في نشر الذعر للأسف بين الناس في موضوع الكورونا فيروس للأسف في شغلات كتير لم يتم الابلاغ عنها ولا التركيز عليها من الاعلام العالمي في هناك كثير من الأمور الخاطئة والأخبار الكاذبة اللي نقلها الاعلام اللي مفروض احنا مصدقينه الاعلام القانوني لكن للأسف كل الشغلات بحكوها السلبية ما عم بحكو عن الإيجابيات خلينا اعطيكم اليوم دفعة إيجابية في أكثر من ألاف الأشخاص اللي تعالجوا في ستين ألف شخص من تمانين ألف شخص في الصين تعالجوا ستين ألف شخص يا جماعة الرقم كبير يعني انت بتحكي عن أكثر من سبعين بالمية من الأشخاص اللي مرضوا بهذا المرض في الصين تعالجوا فيعني هذا رقم يدفع للتفاؤل نسبة الوفيات في هذا الفيروس لم تزد عن ثلاثة بالمية في العالم لم تزد عن ثلاثة بالمية وهذا برده شيء زيد معظم اللي توفوا عمرهم أكثر من سبعين سنة اللي أقل من خمسين بالمية خمسين سنة نسبة الوفيات فقط ما وصلت الـ 0.4% يعني أقل من أربع عشر بالمية يعني قريب كتير على الانفلوانزا اللي هي عشرين بالمية طبعا اللي بيعرف مثلا إحنا عنا في كندا في 77 حالة اللي توفى واحد فقط واحد هذا الخبر ليش ما بنشروه ما بعرف المسؤولين يعني تقريبا حياديين في الموضوع هذا أنا بحكي We have a panic مش epidemic عنا في ذعر حالة ذعر كبيرة مش حالة وباء يعني الإباديميك يمكن يكون وجد في بعض الأماكن بس الحالة الذعر اللي صارت والخوف من خاصة من السوشيال ميديا يعني نحن هلأ بتروح على السوبر ماركتات بتلاقيش رولات للحمام للتوالت اشي غريب ليش اشي دخلو هذا طبعا الحفاظ على المنظور الصحي هو المفتاح خلال هذا الوقت ليس الخوف ولا الذعر وخاصة الذعر العالمي اللي عم بيسير الوقت هذا مش وقت مناسب للذعر للأسف يمكن شفنا أخبار كتيرة كلها بتحاول أنها تكبر في الموضوع في الموضوع كثير من الأساطير اللي طلعت شو سبب الفيروس ناس بيحكوا أنه حرب بيولوجية ناس أنه ضدمير اقتصاد الصين ناس بيحكي أنه الصين سوته ناس بيحكي صار تهريب من المعامل الصينية ناس بتحكي أنه من أكل الخفافيه ايش السبب؟ هذا مش مشكلة الآن المشكلة يعني قد تكون مشكلة بعدين ونبدأ نفكر فيها الآن المشكلة كيف بدنا نركز على نهاية هذا الفيروس نقضي عليه إحنا البشرية وقفنا بأشياء أصعب من هذا الفيروس مرينا على أمور أصعب بكثير ولما وقفنا بعض ومتلاحمين واحترمنا بعض قومنا هذه المشاكل اللي صارت كثير شغلات لازم لما تسمعوها حتى من وسائل الإعلام الرسمية تفكروا فيروس الكورونا أو الكوفيد-19 لا يبدو أنه قاتل كما بصوره الإعلام لو قررناه بالسارس اللي هو تقريبا قتل 10% صح الأرقام أقل بس 10% الميرس أكثر من الميرس قتل 33 أو 36% من الأشخاص الإيبولا قتلت من 50 إلى 90% يعني خلينا نواقف فيروس الكوفيد-19 قتلت من 2 إلى 3% ومعظمهم اللي عندهم مشاكل في المناعة كبار السن اللي عندهم مشاكل في جهاز المناعة اللي عندهم مشاكل صحية وطبعا يعني معظم الوفيات زي ما حكينا اللي عمارهم 70 فما فوق فيه نقطة كمان مهمة في موضوع الكوفيد-19 إنه نسبة الوفيات لو حسبناها فعليا بين الناس اللي الأقل من 50 ومش مرضى وجهاز المناعة بح تكون ضئيلة جدا النقطة اللي ما بركز عليها الإعلام وهون بدي أحكيها أنا إنه للأسف الأرقام اللي موجودة هاي مش كل الأرقام الحقيقية لأنه فيه ناس مشان بحكي أنا في دول عم بتخبي بس فيه ناس ما عملوا لهم تست وما شعروا في الفيروس وهذا أثبته الدراسات إنه فيه ناس ما تظهر عليهم الأعراض فيمكن يكون حمل المرض وتعالج منه وما طلع وما عمل التست فما تسجل رقم زي ما بيصير بالإنفلونزا فيه ناس كتير ما بيسجلوا إنه عندهم إنفلونزا ما بروا على الدكتور أصلا فما بتسجل هذا الرقم في الإحصائيات طبعا لازم نضع الأمور في نصابها هذا مهم جدا الوفيات السنوية اللي بتسير من الحوادث حوادث المرور للمشا بتزيد بـ 50% عن الوفيات اللي بتسير أو المتوقع عنها تسير من الكوفيد-19 بتقل بكثير يعني فيه حوالي أكثر من نصف مليون إلى مليون بموتوا من الإنفلونزا العادية وهذا الرقم طبعا خيالي فأنت الأرقام اللي عندنا نحن عنديش أربعة تلاف اللي توفوا أربعة تلاف ومتين طبعا وفقا للدراسات اللي بتسير في الصين الآن ومن الـ CDC الصيني إنه معدل الوفيات في أول يناير إلى عشرة يناير شوفوا يا جماعة شوفوا كيف العلم بتطور والناس اللي بتحط راسها في شغلة لازم تسويها من 1 يناير إلى 10 يناير نسبة الموت كانت 15.5% لكن من 1 فبراير لـ 11 فبراير نزلت هاي النسبة لـ 0.8% شوفوا من 1-1 لـ 10-1 كانت 15.5% من 1-2 لـ 10-2 أو لـ 11-2 كانت 0.8% الرقم يعني يعطي دفعة للأمام الآن المواطنين في كل الدول عم بخزنوا شغلات زي ما حكينا لازم يكون عندك احتياط ما عم نحكي لا بس الخوف يجب أن يكون عقلاني يا جماعة ما تخلي وسائل الإعلام ما تخلي الفيك ميديا تحركك خلاصة نقول تعامل مع هذا الفيروس كما تتعامل مع الإنفلونزا طريقة المثلة للمنعه أول شي نظف دينيك واسمع وفكر باللي بتسمعه اثنين بناء جسم وطاقة أو جهاز مناعة قوي ثلاث غسل يديك باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية وأربعة طبعا ما تلمس وجهك تذكر انه هذا الفيروس مش زي ما بصوره خطير يمكن خطرته في انتشاره سرعة انتشاره بس إذا قوينا وحصرنا أنفسنا وإن شاء الله بقدر الله سبحانه وتعالى سنقضي عليه بإذن الله وسلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علىنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد